فيديو جديد وفيديو مميز لجميع متابعين قناة الأدوات المنزلية عايزة أرحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعاً كالعادة النهاردة معنا فيديو مميز حنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي مفيش أي ست بيت تقدر أنها تستغنى عنهم وده لأن جميع المنتجات والأدوات دي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في المطبخ أو في البيت فلو لسه مشتركتيش معنا في قناة الأدوات المنزلية أتمنى أن أنت تنضم لينا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك ويريد كمان ما تنسيش أن أنت تدفع لجرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويوم ينزل على القناة بإذن الله ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف إيه هي المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة حكلمكم عن الطرق اللي حتقدروا من خلالهم إن انتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجينها حنبتدي الفيديو بتاعنا مع أكاس تنظيم الأكل طبعا الأكاس دي تقدر إن انت تستخدميها عندك في التلاجة أو في الفريزر وتقدر كمان تدخليها المايكرويف طبعا تقدر إن انت تنظمي بيها الفراخ أو اللحمة أو الخضار أو البقليات بعد كده معانا منظم البيض اللي هو عبارة عن 3 رفوف المنظم ده بياخد معك تقريبا زي 30 بيضة تقدر إن انت تنظميه جوة التلاجة أو بر التلاجة بعد كده عندنا الأداة اللي بتساعدك إن انت تعملي كرات اللحم بكل سهولة طبعا زي ما انت شايفة معايا كده بتنجز معاك في الشغل وغير كده استخدامها سهل جدا بعد كده حنشوف مع بعض عندنا صندوق التنظيم طبعا صندوق التنظيم ده متأسم عندك لست خنات تقدر إن انت تستخدميه لتنظيم التوابل الصحيحة وتقدر كمان إن انت تتنظمي عليه الخضار أو الفكهة اللي بيبقى حجمها صغير بعد كده تعالي شفي معايا عندنا صندوق تنظيم التوابل طبعا الصندوق ده تقدر يتنظمي بيه أربع أنواع مختلفة من التوابل سواء كانت توابل صحيحة أو توابل بدرة وهنا عندنا جهاز إزالة الوبر طبعا الجهاز ده بيشتغل عن طريق الشحن تقدر إن انت تشحنيه في الكهرباء وبعد كده تبتدي إن انت تستخدميه بيساعدك إن انت تشيل الوبر اللي بيبقى ثابت في الهدوم أو على السرير أو على الستير أو على الكنب وبعد كده عندنا أداة تنظيف كرس الحمان طبعا الأداة دي بيجي معها كزا قطعة من قطعة الإسفنج اللي انت شايفها معايا دلوقتي من خلال الفيديو بتساعدك إن تتنظفي جميع زوايا كرس الحمان بكل سهولة وأهم حاجة إن قطعة الإسفنج دي قابلة للاستبدال بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا مشابك تسبيت كبيلات الكهرباء طبعا تقدر تثبتها عندك على أي جهاز كهربائي من غير ما تحتاجي مسامير أو أدوات مساعدة وأهم حاجة فيها إن هي بتنظم لك الأسلاك وبتخلصك من الفوضى وبتساعدك على إن المطبخ يبضل عندك مرتب وأنيق بعد كده معانا الشوايا الكهربائية طبعا تقدر إن تشوي عليها الفراغ أو اللحمة أو مختلف الأكلات اللي انت بتفضليها بعد كده معانا لجوانتي الخاص بالكوي طبعا لجوانتي ده بيساعدك إن تحمي إيديك في الوقت اللي انت بتكوي فيه أو بتستخدمي فيه مكوى البخار وهنا عندنا مفرش للرفوف طبعا تقدر إن تستخدميه عندك في خزين المطبخ أو في خزين قط النوم وتقدر إن تستخدميه في الأدراج عملي جدا في الاستخدام وغير كده فيه ميزات كتيرة زي إن هو مضاد للإنزلاق وخفيف في الوزن وسهلة جدا في التنظيف تقدر إن تغسليها أو تمسحيها في أي إسفنجة أو أي فوطة وسهلة جدا في القطع يعني تقدر إن تقيسي وتقطعي أي حجم أو أي شكل مناسب جدا للحجم اللي انت محتاجاه وأهم حاجة إن هي مقاومة للمية ومقاومة للرطوبة بعد كده عندنا أداة التنظيف الحديثة طبعا الأداة دي بتحتوي على مغناطيس يساعدك إن تتسبتيها من جوة الشباك ومن بره وتقدر إن تتنظفي الاثنين في وقت واحد وده طبعا حينجز معاك ويساعدك في توفير الوقت والجهد بعد كده عندنا المنظم ده طبعا المنظم ده بيجي برضو متقسم لكذا خانة تقدر إن تتنظمي بيه المكسرات أو الشوكولاتة أو الحلويات بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الممسحة دي طبعا الممسحة دي بتحتاج منك إن تتشحينيها سواء عن طريق الكهرباء أو عن طريق الحجارة وبتساعدك على تنظيف مختلف أنواع الأرضيات اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر إن تتحكمي بالحجم بتاعها على حسب الحاجة اللي انت عايزة تنظفيها والمنديل اللي بتبقى متثبتة فيها من تحت طبعا تقدر إن انت تستبدليها بكل سهولة هنا بقى عندنا أداة التقطيع أو الفرم طبعا زي ما انت شايفة بتيجي عبارة عن صندوق أي حاجة أنت بتقشريها أو بتقطعيها بتنزل في الصندوق ده وغير كده طبعا الأداة المميزة اللي تقدر إن انت تبسكيها في اديكي علشان تقدر إن انت تتقشري كل حاجة في سهولة وهنا كمان معانا أداة التقطيع تانية شكلها مختلف بس طبعا نفس الفكرة بيجي معها كذا شكل من أشكال التقطيع تقدر إن انت تقطعي بيها البطاطس أو البصل أو التوم أو الطماطم أو الخيار أو أي حاجة تانية أنت عايزاها بعد كده حنشوف مع بعض عندنا جهاز التدفئة اللي بيجي متوفر معاكه بالسراميك اللي بيجي معاها المعلقة والغطوة الخاص به وتقدر كمان إن انت تتسخاني عليه أي حاجة تانية أنت عايزاها زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو هنا بقى عندنا الطبق اللي متنظم لكذا اسم تقدر إن انت تستخدميه مثلا في الوقت اللي انت بتعملي فيه الأكل تجهز كل الخضار اللي انت حتحتاجيها أو تقدر إن انت تستخدميه كطبق تقديم تقدمي فيه الفكهة أو تقدمي فيه الخضار زي الجرجير أو الخاص بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا المبخرة الصغيرة دي اللي تقدر إن انت تضيفي لها المية وأي مادة عطرية وغير كده كمان بيجي معاها متوفر ضو الليد اللي بيبقى تأثيره عامل زي اللهب الطبيعي وطبعا تقدر إن انت تعدلي السطوع بتاعه هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا منظم الأحزايا طبعا تقدر إن انت تنظمي عليه مختلف أنواع الأحزايا اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر إن انت تنظميه عند مدخل البيت وهنا معانا العصر لتقدر إن انت ترقي بيها العجين وغير كده كمان العصر دي بتيجي مترقامة عندك علشان تقدر إن انت تقطعي بيها العجين بشكل متساوي هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا الممسحة دي طبعا حجمها وطريقة تصميمها بتساعدك على تنظيف جميع الزوايا وجميع الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وغير كده إن هي مارينة جدا في الاستخدام تقدر إن انت تستخدميها لتنظيف الجدران أو المرايات أو الشبابيك بعد كده تعالي معايا علشان نشوف عندنا حصيرة السيليكون المخصصة للعجن طبعا تقدر إن انت تعجيني عليها العجين وتقدر إن انت تفرديه بكل سهولة هنا بقى عندنا منظمات الهدوم طبعا المنظمات دي مهمة جدا علشان هي بتساعدك إن انت تتنظمي هدومك أولا وكمان بتساعدك على تنظيم وترتيب واستغلال المسحات جوة الدولاب وطبعا تقدر يتنظمي بيها أي حاجة أنت عايزاها من البناطيل أو التشارتات أو الأمصان أو الملابس الداخلية أو الشربات بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا جهاز سحب الهوى من أكياس تنظيم الأكل طبعا الطريقة دي إحنا تكلمنا عنها قبل كده في كذا فيديو وقالنا إن الطريقة دي بتساعدنا إن إحنا نحافظ على الأكل بتاعنا لأطول فترة ممكنة سواء كان متنظم في التلاجة أو في الفريزر أو برى التلاجة أو برى الفريزر بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا أداة هي مصنوعة من السيليكون الأداة دي تقدر تعتبرها مكنسة تقدر تعتبرها أشاطة طبعا الأداة دي أنصحك إن انت تجي بيها علشان هي فيه دف كل الاستخدامات ممكن تكنسي فيها ممكن تأشاطي بيها ممكن تنظفي بيها المرايات أو الشبابيك والحقيقة إن كل النتائج بتاعتها بتبقى مزهلة وهنا عندنا المعلقة طبعا شكلها مختلف شوية عن المعالق العادية اللي احنا نعرفها وده لإن هي بتساعدك على حشو العجين في مختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وهنا عندنا منظم متكون من رفين تقدر إن انت تستخدميه لتنظيم المكسرات أو الحلويات أو الشوكولاتة بعد كده بقى حنشوف مع بعضة عندنا أداة تنظيف كرسي الحمام الأداة دي عبارة عن فرشة وطبعا بييجي معاها قطعة سيليكون كده بتساعدك إن انت تنظفي زوايا كرسي الحمام بكل سهولة طبعا هي مرينة وعملية جدا في الاستخدام حتتديك أفضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها في التنظيف بعد كده حنشوف مع بعضة عندنا الفرشة دي طبعا الفرشة دي بيجي معاها كزا جزء أو كزا قطعة تقدر إن انت تستبدليها على حسب الحاجة اللي انت عايزة تنظفيها طبعا تقدر يتنظفي بيها البوتجاز أو السجاد أو الأحزاية أو أي حاجة تانية انت عايزاها بعد كده حنشوف مع بعضة عندنا منظمات التلاجة اللي نقدر إن احنا ننظم بيهم مختلف أنواع الخضار أو الفكهة وغير كده المنظمات دي متسبت عليها أداة معيارية بتساعدك إن انت تعيري تاريخ انتهاء الحاجة اللي انت بنظمها في المنظم ده بعد كده معانا الجهاز اللي بيستاعدك إن انت تعملي البيض بالطريقة اللي هي ظهرة معانا كده في الفيديو طبعا الصينيين بيحبوا كل الأكل الغريب فالأجهزة دي بتبقى مهمة جدا عندهم في البيض الحقيقة إحنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد اللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى أن تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة تعرضت في الفيديو ده تقدرون أن تكتبوا لي بخانة التعليقات وأنا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده ووضحنا إزاي نقدر أن احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة إنها كلها أدوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر أن تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت تكمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده وتقدر أن تتعرفي إيه هي الحاجة اللي انت بحتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا تكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت بحتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت إن احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم إن احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر أن انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق على اكسبرس أو تطبيق امازون أو تطبيق بانجود أو تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها إنها تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا أما بالنسبة للأسعار البضاعة فهي بتبقى متغاوتة يعني فيه عندك أدوات أو منتجات بتبقى أسعارها معقولة وفيه أدوات تانية بتبقى أسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة حيبقى ليها سعر مختلف وعايز أوضح لكم حاجة كمان إن تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتم موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية إنما مثلا الشحن الأنجليكا أو لفرنسا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخطط شوية أو في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فأعتقد إن الطريقة دي تقدروا إن انتم تعتمدوها على حسب المكان اللي انتم متواجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم أو تحدلكم مشكلة تكاليف الشحن وهي صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة أو على حسب المكان اللي انت موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انت موجودة في مصر أو في الأردن ما عرفش بقى لو انت مثلا في السعودية أو في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي أو لأ بس اللي عايز أقولهولك إن طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدروا إن انت تكتبوا خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا بخمتة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدرون انتوا تضغطوا على زر الدسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدرون ان تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن وستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سبكم في رعاية الله